السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبناء العزاء في شرح درس جديد من دروس مادة الفقه اليوم إن شاء الله سندرس البرنامج اليومي الثالث سابعا آداء الواجبات المنزلية من الأشياء المفيدة التي لا بد أن أفعلها وهو آداء الواجبات المنزلية عندما يكون علي واجبات منزلية هل أطلب المساعدة من أحد أفراد أسرتي أم أؤديها بنفسي أم أؤديها في المدرسة نقلا عن غيري طبعا أؤديها بنفسي وأطلب المساعدة من أحد أؤدي واجبات منزلية ولا أهم لها ثامنا قضاء الوقت بما يفيد قضاء الوقت بما يفيد على أي شيء تدل الصور الآتية طبعا كل هذه الصور تدل على قضاء الوقت بفعال مفيدة مثل ري الأشجار أو أداء الواجبات أو قراءة القرآن الكريم فإذن أقضي وقتي بما ينفعني في ديني ودنيعي أتعاون مع مجموعة في ذكر الأشياء المفيدة التي نقضي بها وقتنا بعد الانتهاء من آداء الواجبات مثل مساعدة الوالدة في ترتيب المنزل أو مساعدة الأخوة في واجباتهم تاسعا خدمة الوالدين ومصاحبتهما عند زيارة الأقار كيف أخدم والدي كيف أخدم والدي طبعا أن أنفذ طلباتهما أن أعمل على راحتهما قدر استطاعتي أن أحسن لهما أن أبتعد عما يغضبهما قال الله تعالى في كتابه العزيز وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا في الآية الكريمة أمران عظيمان قرن الله بينهما قرن الله بين عبادة الله وحده وقرن بين الإحسان إلى الوالدين قرن الله بين عبادة الله وحده والإحسان إلى الوالدين نشاط واحد طلب الأب من ابنه عبد الملك أن يرافقه في الذهاب لزيارة جده فماذا عليه أن يفعل؟ هل يوافق ويذهب معه أم يفضل اللعب على الذهاب معه؟ طبعا يوافق ويذهب معه لأنه من الإحسان إلى الوالدين وأيضا صلاة الرحم ما الآداب التي ينبغي أن أتأدب بها عندما أزور أقارب أولا لا أفسد ألعاب أبنائهم لا أرفع صوتي ولا أحدث جده وأحافظ على أثاث المنزل ولا أعبث به عاشرا البعد عن إيذاء الآخرين كل هذه الصور تدل على إيذاء الآخرين فالصورة الأولى تدل على أن هذا الولد يطرق الباب بحجر فكيف ذلك؟ طبعا يؤدي إلى تشويه أو كسر الباب هذا يهدر الماء هذا هدر للماء هذا يكتب على الجدران هذا يكتب على الجدران فهذا سلوك خاطئ وهذا يتشاجران مع بعضهما طبعا المشاجرات بين الشخصين كل هذه السلوكيات سلوكيات خاطئة ما رأيك في هذه السلوكيات؟ طبعا كلها سلوكيات خاطئة إلى هنا أبناء العزاء نكون قد انتهينا من درسنا وإلى لقاء في درس